هذا موقف شهر الفيلا من هنا عندك ده الحدود وانت ماشي هنا ده الاخر. هذا البيت داخل وده هذا البيت داخل. ده بيت زي بيت خدمي يعني. هذا البيت الاساسي وممكن توسعه هنا او هنا. على نهر ومشاطن شايفين نهر. هذا هو النهر. ما شاء الله سلامه البركات. منتشاري ارض مع بيت. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا نعمل الفوف النهر. في اليجا. انت في اسك في اليجا. على بعد اقل من دقيقتين فقط. وانت داخل سنتر اليجا. عندنا عرض عقاري. الان. عرض رقم واحد واحد اثنين ثلاثة. عن نهر يا ابو عبد الله. عن نهر. تفاصيل العرض ايه? نغطيها كاملة. نستعجلش. بس اضغط الان على زر الاشتراك. والعجاب بالمقطع لتشاهد العرض. لتشاهد العرض. يلا بياه. طبعا ده النهر بتاع الجاي من نبع. جبل اجمل. شايفين جبل اجمل? هادا جبل اجمل. هو اشهر جبل في البوسنة. لابدت لعمل النهر. طبعا ده ممتد المية دي. بسمون نهر البوسنة وممتد الهان. عندك زغرب هو. عندنا الكوباتي. ده هنا مباشرة شايفين الاسفلت. هادا الاسفلت هادا الارض ده عدنا. هادا الحدود من الاول هنا. عندك هنا. كل البيت كله على النهر مع الارض. بالكامل. احنا الان هنا شايفين شايفين البيت ده? هو ده. والبيت اللي ورا ده شايفينه? هذا البتين. اول كده زي ما احنا. كل ده بالكامل. طبعا الارض مستوية تماما. البيت قديم. لكن مجدد من الداخل. طبعا بالامكان توسع البيت في الجهة دي. في الجهة دي زي ما انت عاوز. الجهة دي طبعا دقيقة عشان نهر. صعب. وعندك كل الارض مساحتها لان مساحة لانهاك. ممتد الحاد الاخر تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. هده هو. شكل البيت من هنا. الميزة في الفيلا. او في الارض من انت واخد النهر وكله مساحة كبيرة كده هنا فيه. يعني مش بس اطلالة وبس اواخد الارض كله شايف اوه. هده هو ممتد كمان. طبعا الخدمات وصلة. عندك انا بتاعت الصرف الصحي. احنا كنا قد كده قلنا الميزة لما انت تتاخد بيت. اه قائم فانت بتاعت بيت ووصل في الكهرباء ووصل في المياه ووصل في كل شيء. نحاها دي نهاية الارض. كده حوصلنا عند نهايتها في الضبط شايفين? نهايتها حرف. زاوية. مسلس راس مسلس. انا بيت اه واحد من الكويت. انسى الله يبارك له يا رب. طبعا الان في البوسنا. عندهم مشين بدأوا من عندنا من من سنتر ايليجا. كل حقد النهر بالكامل يعملوه بالسراميك والاسمنت. كل ده رح يتم تعديله بالكامل. ممكن ستة شهور ممكن سنة. ولكن الان يعدلوه طبعا وضع كنت لا بأس فيه. ولكن كل ده رح يتعدل. هده الكهرباء في ميت وصلة. البيت على اخر الحد الارض بالزبط. هده حد ارض الشبكة. فيش باعك كده شيء. فزي ما قلنا اي توسعة هنا هيكون صعبة في الجهة اللي هنا مقابلة. هده كده حد البيت مع الجار مباشرة. طبعا هو الان هحين تعمل مع الجار لازم اربعة متر. ولكن اه هو البيوت الاديمة اللي يوحدين موافقات مع بعض عادي. هده العوازل. البيت بعد لما تحد من جوة طبعا هم مسكرين كوازا متشايفين. اه فيه كهرباء في المياه وفي كل شيء. هده هو الحديقة الامية. ودي هنا. انت السيارة. اذا كده البيت كامل احنا صورنا البيت بالكامل. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.